رحلة صعود كبيرة في مسيرة العودة للحضن الافريقي بعد سنوات الجفاء خمس سنوات من العمل لاعادة مصر الى جذورها لتعزيز قوة مصر الناعمة والضاربة في العنق الافريقي لاستعادة مكانتها في القارة السمراء دعاية كثيرة ملأت فضاء الاعلام المصري على مدى سنوات لم يسأل عاقل في هذه المكينة الاعلامية عن جدوى هذه الجهود المضنية كما يصفها السيسي لاحتواء التهديدات وتعزيز التعاون مع الحلفاء سيما وهو القائد العسكري الذي يعلم منذ عقود ان الحرب المحتملة ستخوضها بلاده من اجل تأمين المياه هكذا حذر السادات وقادة اركانه منذ السبعينيات لم يسأل احد عن النتائج في جوقة تأييد القائد الزعيم القائد الذي لم تذوق القاهرة طعم الهزائم بالقارة الافريقية الا في عهده الزعيم الذي خط بيده شيكا على بياض لمقاول مشروع السد الاثيوبي الذي يعد المصريين بسنوات من الجفاف لم تتوقف مكينته على تعداد المرات التي اعلن فيها الفشل في مفاوضات الحل المرات التي اكد فيها الخبراء عبثية المسار المرات التي اظهر فيها الاثيوبيون تحديهم للقاهرة ثم لا يكون منه الا التماس الحل وطلب التفاوض على حقوقنا افلا تتوقف اليوم على صورة زيارة رئيس ايرتريا لمشروع السد ايرتريا جارة اثيوبيا وغريمتها الدولة التي طالما عرفت في وسائل الاعلام الاثيوبية بحليف القاهرة افلا يتوقف فرسان الوطنية في مسبير ومدينة الانتاج الاعلامي على رسالة هذه الزيارة على ما تعنيه رسالة الدعم الارتريا لمشروع السد وكيف تحول موقف الحليف الى النقيض افلا يتوقفون على قليل من نتائج مباريات الزعيم القائد الفيلسوف الملهم اللاعب الكبير في القارة الافريقية كما يحب ان يصف السيسي نفسه وكم يسجل من اهداف في مرمانة افلا يتوقفون على رسالة التحدي الجديدة لرئيس الحكومة الاثيوبية وهو يعلن بكل اريحية ان السد سيحتجز اكثر من ثلاثة اضعاف المياه في المرحلة الثانية لملئه عما قام بحجزه في المرحلة الاولى اسئلة معلقة تنتظر ولو بضع دقائق من النظر في موقف بلادنا بضع دقائق تتوقف فيها جوقة التعريض للزعيم والهجوم على منتقدين بضع دقائق للنظر في مصير البلاد المسكوت عنه في ازمة سد النهضة وموقف القاهرة من خطة المرحلة الثانية لملء خزان السد في قصة اليوم مشاهدين تابعونا